اشتركوا في القناة كبيرة من حقوب اللقاح وتدفق هائل داخل الخلية ولا يوجد لدي مصاعد حقوب اللقاح هناك إطارات بكميات كبيرة داخل الخلية ممتلئة بحقوب اللقاح مما يسبب إعاقاه للملكة في وضع البيض وذي ما يسمى بالمصطلح العلمي بلوكاك الحضنة لكن ما هي الطرق وما هي الوسائل التي نستطيع من خلالها التخلص من هذا الكم الهائل من حقوب اللقاح داخل الخلية وجعل الملكة تنطلق في وضع البيض هناك طرق ووسائل ليستطيع الأخنح على القيام بها محاضرة قيمة للأستاذ الفاضل الأستاذ محمد القرح من الأردن فكونوا معنا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله أخي عبد الرحيم وحيا الله بالجميع اختباض حبوب اللقاح داخل الخلية يدل على أن المرعى قوي وهناك ضعف في أعشاش الحضنة لو كانت أعشاش الحضنة متوسعة لما شهدنا كمية حبوب اللقاح بهذا الحجب لا بس في ذلك إذا أردت التخلص من حبوب اللقاح أولا تستطيع توزيع هذه الإطارات على خلايا أخرى في حال كانت الخلايا أيضا فيها وفرة من حبوب اللقاح تستطيع سحب هذه الإطارات ووضعها لديك والاحتفاظ فيها في الفريزر أو في الثلاجة حتى يتم استخدامها في وقت الشح إذا لم تريد هذه الطريقة وهذه الطريقة لم تتوفر لديك الآن تقوم بإحضار إطارات شمعية حديثة أساس توضع في وسط أعشاش الحضنة حسب قوة الخلية طبعا أنا أتحدث الآن اعتدلت الأجواء في جميع المناطق يعني نعم هناك في برود نسبيا في وقت المساء ولكن نحن نتحدث عن أنها بشكل عام يعني في النهار تكون درجات حرارة معتدلة وجيدة تضع أخي حمزة إطار أساس داخل عش الحضنة الآن النحل سيقوم ببناء هذا الإطار وتقوم بتزويد هذه الخلايا بمحلول سكري واحد لواحد حسب قوة الخلية يعني قلنا نحن نحن يحتاج كل إطار من 100 إلى 150 سنتيمتر من التغذي إذا كانت هذه الخلية فيها خمس إطارات يعني تحتاج إلى نصف لتر ربما 750 لتر لا بعث في ذلك الآن النحل سيقوم بسحب هذه التغذية والاستعانة بحبوب اللقاح ومسجها للبناء الشمعي يعني في بعض الطوائف هناك لا نعلم ما هي السلالة لديك ولكن أغلب الطوائف تحتاج في البناء الشمعي إلى مسج الشمع في حبوب اللقاح هنا سيتم التخلص من المخزون الكبير في حبوب اللقاح والأفضل أنا أفضل أن يتم سحب هذه الإطارات وخزنها لاستخدامها أثناء شح المراعي فهي أفضل بكثير من العجان وأفضل بكثير من الخلطات التي تقدم إلى الخلايا فهذا خبز نحل جاهز لا يحتاج إلى معالجة تم معالجه من قبل النحل تم دكه وإفراز الهرمونات والأنزيمات عليه يتم الاحتفاظ فيه في المجمد وعند الحاجة إليه يتم إنزاله إلى الخلايا الآن قام النحل ببناء هذا الشمع وقامت الملكة بوضع البيض فيه عندما تصبح هذه يرقات النحل سيقوم في اليوم الثالث سيقوم بسحب من المخزون المتواجد في هذه الإطارات وتوزيعه على هذه اليرقات الآن قام النحل بغلق الأعين السداسية مجرد ما تم الغلق على الحضن داخل الأعين السداسية يتم إضافة إطار آخر وشيئا فشيئا يتم تقدم هذه الخلية وإن شاء الله تصل إلى كثافة نحلية عالية هذا في حال كانت الكثافة النحلية الحالية لديك قوية يعني عندما يتم غلق الإطار يوضع الإطار الآخر ونعاود الكرة عندما يتم غلق الإطار الثاني لا ننتظر حتى يغلق الإطار الثالث يتم إضافة وفيه يرقات مع عمر ثلاث أو أربع أيام لأن الكثافة النحلية ستزداد وفي هذه الفترة سيفقص لديك نحل جديد نحل حضن وسيقوم بتحضين هذه الخلية هذا في حال في هذه الخلايا أما إذا كانت الخلايا ما زالت ضعيفة بعض الشيء لا يتم تقديم إطار واحد وننتظر حتى تزداد الكثافة شيئا فشيئا ويتم تزويدها بالإطارات أولا بأول ويفضل أن يتم إضافة إطارات أساس حتى نستهلك كما قلت المخزون من حبوب اللقاح الذي لا ترغب فيه وأنا أفضل أن يتم سحب الإطارات التي فيها خوز النحل وفيها حبوب اللقاح بكثرة ويتم خزنها لاستخدامها حال شح المرعى من المصادر الطبيعية أيضا أخ حمزي والإخوان جميعا في حال تعذر عليك هذه الطرق التي تمطرها عليك يترك الإطار على ما هو حاله وعندما يتم فرز العسل تفرز هذه الإطارات شريطة أن تكون خالية من الحضانة تفرز وعندما يتم فرزها يتم إعادتها إلى النحل لا بأس في ذلك يعني نعم ربما تكون العسل سيكون مشبع بحبوب اللقاح ربما تتساقط بعض حبيبات اللقاح إلى العسل ولكن هذا لن يؤثر عليه بشيء ربما سيساعد من عملية تسريع التبلور نعم ولكن يعني يفرز ويعاد لا يوجد فيه ملوثات أصلا حبوب اللقاح إلا إذا كانت تم جنيها من مصدر فيه ملوثات عندما يتم فرزها يتم إعادتها إلى الطواف هذا لا بأس فيه ولكن أنا أفضل يعني من وجهة نظر الشخصي وحسب تجربتي بأن إطارات حبوب اللقاح التي تمتاز بكثافة عالية هذه الإطارات وفيها حبوب اللقاح تسحب وتوضع في الثلاجة لحين استخدامها عندما يتم فقدان المرحى الطبيعي من الطبيعة حياك الله أخي حمزي وحيا الله بالجميع